في الآونة الأخيرة حتى يعني المهاجم جو استدعى بعد إصابة دامياو يعني والأرض والجمهور والمدينة مدينة نادي جريميو نادي الكبير في البرازيل والبرازيل في حالة هجوم بالقرى جول 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 البرازيل البرازيل في فورتو أليغرا تسجل الهدف الأول بواسطة أوسكار هكذا يرغب المشجع والمشجع البرازيلية والجماهير البرازيلية هكذا ترغب أن تلعب البرازيل تتناقل الكرى تصل إلى المرمى شوف ناحب معي فك الكرى هنا والانطلاق من فريد هنا فريد ينطلق ويحولها صح خلاص الكرى صح استقبال صح وحطها صح كل شيء صح في اللقطة السابقة الفك الكرى صح التسليم صح الاستلام صح وحطها صح أوسكار وسجل للبرازيل الهدف الأول في المباراة لكن جاتك المرتدة خطيرة 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 وحلوة يمكن الثاني يمكن الثاني والله ما عجبني ألي ما خلاص نشوف نشوف يمكن يمكن تاتي واعد تاتي بول بول للبرازيل تأخر فيها لاعب المنتخب البرازيلي ولكن بعد ذلك أيضا أتت المتابعة من هرنان نيزي اللاعب البديل اللاعب اللي اشترك قبل قليل بل هي اللقطة شوف أنا في لقطة مع جناتني لأن المرتدة حلوتها في سرعتها هني تأخرت فيها وعتقد الكرة نوعا ما لكن لاحب تمركز هرنانس فيها اللقطة السابقة واللعبة حلوة حلوة كانت بالأخير نعم تأخرت المرتدة ولكن أعتقد كانت بصالح اللعبة في نفس الوقت اللي اعتقد أن نيمار نقل الكرة الأمسة جميلة من نيمار إلى هرنان نيز وبالتالي البرازيل تتقدم بالهدف الثاني نيمار يصنع الهدف الثاني وهرنان نيز يسجل هدفه حتى وقت غافي وبعدها ممكن وقت الضائع هني المعلق يتبهدل مارسيلو ينطلق مارسيلو يتقدم مارسيلو يقول تجوم ضربة جزاء ها ها احتسابها يقول حكم المباراة مارسيلو مارسيلو يتقدم وللبرازيل ضربة جزاء فرصة شوف 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 العرقلة أمامك واقحة وصريحة العين ترى وحكم المباراة يرى اللقطة أمامه وال اللعبي المنتخب البرازيلي يشاهدون الآن أن فريقهم عنده فرصة لتسجيل الهدف الثالث لوكاتس مورا لاعب شاب بطل مع فرنسا بريسا جمع بالسن العشرين سنة في ملعب المباراة أرينادو غريبيو يأتي الهدف الثالث يبغون البرازيليين فيهم فيهم حر البرازيليين يبغون الثالث شكله بيسجل والله عنده ثقة ما دري لوكاتس مورا يسجل حطها والله يسعد البرازيليين كل البرازيل سعين الثالث للبرازيل لوكاتس مورا يسجل الهدف الثالث هنا يستانسون عدل هنا يفرحون عدل هنا لأن بعد التعادلات وبعد التصنيف المتأخر وبعد الأداء الغير مقنع يأتي هذا الشوت أعتقد أنه الشوت الأفضل للبرازيليين في المباريات الأخيرة وبالتالي الآن هذا الفوز الذي يدون البرازيليين